الطاقة مقابل المياه الأردن والإمارات على موعد تطبيع جديد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي فمن المتوقع بحسب وسائل إعلام أمريكية وعبرية أن يبرم الاتفاق قريبا بإمضاء كل من وزيرة الطاقة الإسرائيلية ووزير المياه الأردني ووزير الخارجية الإمارتي بمباركة أمريكية وبحضور المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري أكبر مشروع تعاون إقليمي على الإطلاق بين إسرائيل وجيرانها كما يصرح كيري وخطة الاتفاق تقضي أن تمول الإمارات محطة للطاقة الشمسية لتوفير الطاقة لدولة الاحتلال وسيقوم الاحتلال ببناء محطة لتحلية المياه على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفير المياه للأردن والسؤال المتبادر للأذهان ما دور الإمارات في هذا الاتفاق وما الذي ستجنيه اتفاقية بمحادثات سرية بين الحكومات الثلاث كان من المتوقع أن يتم توقيعها بحسب موقع أكسيوس الأمريكي في قمة المناخ وطلب التأخير كان إسرائيليا لتمرير التصويت على الميزانية دون إثارة للجدل في الأوساط الإسرائيلية النائب صالح العرموطي أكد في تصريح لليارموك أنه لن يكون هناك اتفاق أو تفاهمات وأن ما ينقله الإعلام العبري والأمريكي عار عن الصحة وأن إبرام أي اتفاق أو تفاهمات بهذا الخصوص سيكون للنواب موقف انتجاهه لا سيما وأنه يتعارض بشكل صريح مع المادة 33 من الدستور ولتعارضه أيضا مع الإرادة الشعبية للأردنيين فضلا عن موقف مجلس النواب المعلن من اتفاقية الغاز ووصف العرموطي الأمر بالمرعب والباطل إذا ما أقدمت الحكومة على ذلك لما سيترتب عليه من خضوع واعتراف وتقوية للكيان بتمويل مشبوه بينما تمضي التقارير الصحفية بالتفصيل أن تشغيل محطة الطاقة من المفترض بحسب الاتفاق أن يتم في العام 2026 لينتج 2% من الطاقة لدولة الاحتلال بحلول عام 2030 ويتوقع مسؤولون من الاحتلال أن ينتج حقل الطاقة 1.2 جيجا واط وصولا إلى 5 جيجا واط من الكهرباء ويدفع الاحتلال ما قيمته 180 مليون دولار لقاء ذلك تتقاسمها الحكومة الأردنية وشركة مصدر الإماراتية ويرتبط ذلك بزيادة حصة المياه التي يشتريها الأردن من الاحتلال الشارع الأردني تلقى الخبر متفاجئا ومعبرا عن غضبه من الانجرار المستمر نحو التطبيع في حين لا تزال المؤسسات الرسمية المخولة بالتوضيح لوسائل الإعلام والرأي العام الأردني تصمت صمت القبور عشية التوقيع المرتقب تساؤلات عديدة يثيرها الاتفاق حول طبيعة العلاقة بين الاحتلال والأردن حاليا ومستقبلا وحول طبيعة الدور الإماراتي فيه وحول مدى مشروعية وقانونية هذه الاتفاقات ولماذا تبرم بعيدا عن الإرادة الشعبية والتعدي على دور البرلمان في البت فيها نبراس اليسوري لقناة اليرموك اشتركوا في القناة